اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فالسترينج تي موجودة في الداخل لسترينج اس مرتين. ممكن مثلا اي بي بي اي موجودة فيها مرة واحدة. بالنسبة لسترينج اي بي اي هي اثنين لانه ممكن اغير ترتيبها بحيث تصير اي بي اي بي وتصير فيها موجودة مرتين. المطلوب انه تغير جميع الاحرف كل واحدة بحرف معين بحيث انه تصير للسترينج اس اكبر ما يمكن. الانبوت اولي شعلينا sextرينج اس وطولها ممكن نوصل لعشرة الوستة. الاوتبت للسرينج اس بدون عشق طبعا عشق ما تبدل باحرف بحيث انه تكون الإسترينج اس اكبر ما يمكن. مثلا السامبل الاول عندي الرسم اس يبدل هي مصور شيو تابي ممكن ان ابدل لكوشن مارك الاولي في بي والثاني في بي. فبصر عندي اي 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 بي. ممكن ان اه غيرها حيث انها تصيرك اي بي. تكون الستيريب لها اثنين. طبعاً أكبر ممكنة بالنسبة لسترنج S ستكون طول لسترنج S على طول لسترنج T مثلاً هون طول لسترنج S أربعة وطول لسترنج T أثنين فأربعة على ثنين أكبر إيش ممكن هو ثنين بما أنه بحكي لي تغيير الترتيب بالسترنج S سيكون بأي شكل ممكن وبأي عدد من المرات تريد إياه معناته ترتيب الأحرف بالسترنج S ما بفرق اللي بفرق كم مرة موجود عندي A كم مرة موجود عندي B اللي هي الفريقونسي للأحرف اللي موجودة في السترنج S زائد عدد الأحرف لكوستشن مارك لو كانت في عندي سترنج وما فيها كوستشن مارك وبدي أعرف كم مرة لسترنج T موجودة فيها لو غير الترتيب بأي شكل ممكن اللي بحتاج أنه أعرف الفريقونسي لكل حرف من الأحرف من A إلى Z وبحسب الفريقونسي للأحرف من A إلى Z بالسترنج T فمثلاً لو استرنج T كان فيها ثلاث أحرف A حرفين B وحرف C فعدد المرات اللي بقدر فعدد المرات الموجودة فيها لسترنج T في داخل استرنج S وغير الترتيب بأي شكل ممكن هي المنموم بين عدد أحرف A موجودة في استرنج S على عدد الأحرف A الموجودة في استرنج B زائد أو عدد الأحرف B الموجودة في S على عدد أحرف B الموجودة في T أو عدد الأحرف C الموجودة في S على عدد أحرف C الموجودة في T لأنه مثلا لو كان في عندي ست أحرف A وعندي ست أحرف B وست أحرف C لسترينغ T موجود مرتين بس لأنه عندي الستة بتنقسم على مجموعتين كل مجموعة ثلاث راح تروح لأوكرانس من الأوكرانس تبعون لسترينغ T حتى لو مع أنه أنه عندي ست أحرف B ممكنهم يعملوا ثري أكرانس من لسترينغ T بس ما بيظل لهم أحرف A بشوف النسبة لكل حرف كم الـ Frequency تبعته الموجودة في String S على الـ Frequency اللي لائله في String T وبشوف مين الحرف اللي له أقل قيمة ممكنة لأنه هاي القيمة بالنسبة لهذا الحرف بعطيني أنه هذا الحرف كم أكرونس ممكن يعطيني أياماً ل String T فالحرف الأقل هو اللي راح يعطيني عدد ل String T اللي ممكن أني أكونها أو الموجودة في String S لأنه لي أكبر مش راح يكون عنده عدد أحرف يكفي من الحرف اللي Frequency اللي لائله أقل بس المطلوب فيها أني غير أحرف ل Question Mark بحيث أنه يصير عند الـ Suitability أكبر ما يمكن ممكن أني أستخدم Binary Search لو افترضت أنه الـ Suitability ل String S هي رقم معين اللي هو المد في Binary Search ممكن أني أعرف أنه هل ممكن أني يكون في عندي هذا العدد لو كان M مثلاً هل ممكن أني يكون عندي M من String T موجودات في جول String S ولا لا إذا كان لأ معناته أي رقم أكبر من M برضو مستحيل لأنه أنا ما أقدر أتكون 2 Crancis من String T فمستحيل أكون ثلاثة ومستحيل أكون أربعة بس لو تزبط فممكن أني أقدر أكون إيش أكبر فما أنه بدي أكبر جواب ممكن أو أكبر Suitability ممكنة فبجرب أنه أبحث برينج أكبر فبفترض أنه هذا الجواب M وبجرب من M-1 لأكبر جواب ممكن اللي هو الـ N over M اللي هو طول String S على طول String T عشان نعرف أنه هل الـ M هذا ممكن ولا لا بدي أحسب لفريقونسي لكل حرف موجود في String S وموجود لفريقونسي لأحرف في String T زائد كم عدد لكوسشن مارك الموجودة فيها بعدها بحسب عشان أكون هذا العدد من String T أو يكون عندي M من الأكرانسي من String T في String S كم عدد أحرف A اللي بدي إياها اللي بحتاجها وكم عدد أحرف A الموجودة أصلا في S فمثلا أنا بدي 6 أحرف A وفي S موجود 3 أحرف بعدين بشوف لبي نفس الإشي كم عدد أعرف B اللي أنا بحتاج عشان أكون M أكرانسيز وكم عدد أحرف B الموجودة في S وكم أنا ناقص عشان أكون M أكرانسيز من String T طبعا عدد الأحرف اللي بحتاج إني أضيفها هو الفريقونسي لهذا الحرف ب String T ضرب M ناقص الفريقونسي لهذا الحرف ب String S لأن الفريقونسي اللي له ب String S هو الموجودة عندي والM ضرب الفريقونسي اللي له في T هي اللي أنا بحتاجهم المحتاجه أنا الكلي ناقص اللي موجود بعطيني كم ما قصني عشان يصير عندي M أكرانسيز من String T طبعا ممكن أنه يكون اللي موجود أكبر من أصل من اللي بحتاجه فهيك رقم رح يطلع سالم الفريقونسي في T ضرب M ناقص الفريقونسي في S فلازم أني أعملت شكل هاي الشغلة أنه لو كانت اللي موجود عندي أكبر من اللي بحتاجه ما أجمع إشي للكاونتر بالنهاية الكاونتر رح يكون فيه كم عدد الأحرف اللي بحتاج إني أضيفها عشان الصين عندي M أكرانسيز من String T طبعا هاي الأحرف كيف رح أضيفها؟ عن طريق أني أحول الـ Question Mark characters فبشوف أني أنا الـ Total اللي بدي إياه الأحرف اللي لازم أضيفها إذا كانت أقل أو تساوي عدد الـ Question Mark معناته ممكن أن يكون عندي M أكرانسيز من String T لأنني بعمسك عدد من الـ Question Marks character الموجودة وبحولهم للأحرف اللي أنا بحتاجهم والأحرف الزيادة الـ Question Mark اللي ظلت ما تحولت بحطهم بأي حرف عشوائي لأنه خلاص ما بفرقوا معي بس لو كانت أنا بحتاج أني أضيفه أكبر من عدد الـ Question Mark معناته هذا الجواب مش ممكن يعني مستحيل أن يكون عندي M أكرانسيز من String T موجودة في String S لأنه العدد الأحرف اللي بحتاج أني أضيفها أكبر من عدد الـ Question Mark الموجودة وأنا ما بقدر أضيف أحرف إليه من خلال الـ Question Marks فإذا أول شيء بدي أعمل Frequency R لـ String S زاد عدد الـ Question Marks في String S Frequency R لـ String T بعدها بعمل Binary Search كل مرة أفرد أنه الجواب M وبعمل تشكي أن هل ممكن أو لا عن طريق أحسب كم عدد الأحرف اللي أنا بحتاج أن أضيفها وبالنهاية عدد الأحرف بحتاج أن أضيفها ذكرت أقل من عدد الـ Question Marks أو عدد الأحرف اللي ممكن أني أضيفها معناته ممكن يكون عندي M أكرانسيز بدور على جواب أكبر وبفترض أنه هذا القيمة اللي كانت حاليا هي الجواب لحد الآن لأن كل اللي متحتها أكيد بقدر أجيبه بس هم أقل ما بديهم بدي شيء أكبر بالنهاية راح يكون عندي شو هو أكبر جواب ممكن قدرت أن أوصل له بحول الأحرف اللي بحتاجها من الـ Question Marks وإذا في عندي Question Marks زيادة وما حتجت أني أحولهم فبحطهم بأي حرف عشوائي نبدأ بالـ Code أولي شي بدي أعرف Constant N قيمتها 10 أو 6 وزائد 1 عشان ننال كارتا بعدها بدي أعرف N 1 و N 2 اللي هو طول String S وطول String T وبيدي أعرف Frequency Array F1 وطولها 26 وFrequency Array F2 وطولها برضو 26 اللي هي F1 للـ Frequency Array للـ String S وF2 للـ Frequency Array للـ String T وبيدي أعرف Q اللي هي عدد الـ Question Marks وبيدي أعرف Character Array S وطولها N وT وطولها N وبيدي أعرف Vector of Integer أسمي V بدي أخزن فيه الـ Indices للـ Question Marks الموجودة بالـ String S عشان أقدر أني أحولهم في المين أول إيش بدي أقرأ S و T N 1 بدي هتساوي S-T-R لن وفي S وأنتو بدي هتساوي S-T-R لن لتي بعدها بدي ألف على String S أول إش إذا كانت S في I بتساوي Question Marks معناته في البداية لـ Q plus plus وفيديو تبوشباك I عدى ذلك فـ F1 of S of I minus A character plus plus فبزيد الفريقونسي للـ I character من String S بعدها بلفع String T وبزيد الفريقونسي للـ I character من String T فـ F2 of T of I minus A character plus plus بعدها بدي أعمل Binary Set فأول إش إنتجار L بدها تساوي 0 والـ R اللي هو أكبر جواب ممكن هو N1 على N2 طول String S على طول String T وبدي أعرف M وبدي أعرف X في البداية بتكون 0 إنه بالبداية أكبر جواب ممكن هو 0 لأنه ممكن ما يكونش عندي عدي هوا Left لس دانور equal Right M بدها تساوي L plus R على 2 بعدها بدي أعمل تشيك إنه هل ممكن إنه يكون عندي هذا الرقم ولا لا فبدي أعرف إنتجار I وعرف Y بساوي 0 بعدها بدي ألف على الـ 26 كاراتر إذا كانت F2 أو FI أكبر من 0 يعني إنه String T بتحتوي على هذا الحرف على الأقل مرة واحدة لأنه لو ما بتحتوي عليه أنا ما بهمني إنه كم مرة يكون موجود بS لأن أنا ما رح أحتاجه عشان أكون String T فإذا كانت F2 FI ضرب M فإذا كانت M أكرانسز من String T فأول إشي X بدها تساوي M وبدي أروح أدور على جواب أكبر فL بدها تساوي M بلس 1 عادة ذلك معناته M ما زبطت وأي إشي أكبر منها مش رح يزبط فR بدها تساوي M مينس 1 ودور في إشي أقل بعد الـ Binary سيرت بصير عندي بالـ X كم هي L-Stutability فبدي أحسب بالنسبة لك كل حرف كم واحد أنا بحاجة أني أضيف وأحول عدد من الـ Question mark لهذا الحرف فبدي أعرف إنتجر I بـ 0 اللي هو الـ Index للـ Question mark اللي وصلت عندها بالـ String S في البداية أنا واقف عند الـ Question mark الأولى الإنتجر لإلها بـ String S V of 0 أو V of I بعد أبدأ أفعل 26 حرف عشان أعرف من كل حرف أنا كم بحاجة أن أضيف وأعدل هؤلاء الأحرف فFOR إنتجر J بـ 0 J أقل من 26 J plus plus إذا كانت أول إشي F2 FJ أكبر من 0 يعني هذا الكراكتر أو الجي كراكتر موجود أصلا بـ String T وعدد اللي أنا بحاجته اللي هو F2 FJ ضرب X ناقص F1 FJ أكبر من 0 يعني عدد اللي أنا بحاجته ناقص اللي موجود فعليا كان أكبر من 0 يعني أنه أنا بدي أضيف عدد من الأحرف بمقدار F2 FJ ضرب X ناقص F1 FJ يعني في ناقص عدد من الأحرف عشان نصر عندي M Ocurances أو X Ocurances من String T فبدي أعرف إنتجر Z F2 FJ ضرب X ناقص F1 FJ بعدين بدي ألف لوب بقدار Z في كل مرة بدي أخلي S V I بلس 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 بدها تساوي كراكتر لج بلس A C أو الحرف J بدي أعبي في هذول question mark اللي عندي من الحرف J طبعا بالترتيب ما بهمني كيف أعبيهم فأريعبيهم ترتيب عشوائي بعد هذول لوب أنا عبيت الأحرف اللي بديها بس ممكن أن يكون ضل عندي question mark ما عبيتها فأريد أعريب بها بأي حرف عشوائي ف while I أقل من V size S V I plus بلس S بدها تساوي مثلا A بعد هذول بدي أطبع S فbrint F percent S لل string S جرب عسام بالإنبوت أطبع A A B و ل هال string 2 نجرب السام بالإنبوت الثاني A A B A C 1 لأنه بممكن أحط Z A بس B مش رح أقدر أني أستخدمها فالquestion mark الثالثة بغيرها بأي إشي ممكن نجرب السامبل الثالث طبعا السامبل الثالث ما في أي question mark فالجواب هو نفس string S نعمل سامبل كان معك عبد النجيدة بطالب اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكراف